السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين ازايكو حبيبي عاملين ايه وحشتوني جدا جدا كل سنة الطيبين وسنة سعيدة علينا وعليكو يا رب متبقى سنة خير كده علينا جميعا اه بقى لي كتير ما طلحتش فيديوهات مع ليش كان ابن زورت بس تعبان عشان كده بدكتش اعمل فيديوهات واول فيديوهات عملت اهوت عملنا بقى ايه طواجن تحفة عملت طواجن كده ايه آآ لحمة بالخضار بصوا طحفه وعليه بقى العشي ياسيدي جميل جدا بتطريقة سهلة بصوا هكذا نفتح الاول الطااجن ونشوف بقى العش بوص هذا العش ده تحفة عليك كده استنو كده نفتحها ونشوف بقت جمال بتاعة الطاقد بصوا جمال ياسيدي طحفة بسلة بقى على الجذر على بطاطس على كوسه مع اللحمة مع العش believers بقى الجميل ده بصوا لhmaهري ولا ايه حاجة بصوا واللحمة بقى ريحتها طوفا بصوا مع الخضار يا سيدي مع حبة رز بقى بشعرية او رز بيض بتبقى اكلة تحفة بص الطاجن تحفة عملت الطاجن الكبير ده عملت اتنين الطاجن الصغيرة ده طبعا ده بقصوا افتحها بقى كده اهو ده انا غدا النهاردة حبت اشارككم معي فيه وده طبعا ايه افلا وهفتح واحد واسيب واحد هفتح كده ايه دوك كده معي برضو واسيب دوت بقى ايه مقفول عشان ابني كده كده في الدرس لما يجي ايه بقى افتحول عشان يتاني سخون معنا فتحنا تاني واحدة هوت بصوا اهو بصوا العيش عاملي ازاي مع اللحمة مع الخضار بتحفة بصوا الجمال ما احب ترز بقى ابيض رز بشعرية جميلة جدا اه وطعمها جنين دس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسونوش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس واهم حاجة اللايك والنبي تعالوا بقى نعمل مع بعض ونشوف عملنا ايه اللحمة دي ازاي وعملنا الخضار كده معاها بتبقى جميلة جدا. تعالوا نعملها مع بعض وشوف عملنا ازاي. دي طبعا جزر قطحته بسلة واللحمة هيت. وجبت بصلاية كده صغيرة وقطعش رايح. ويا دوب ايه? ديتها ايه? خليتها تسفر كده شوية. اهي. وهنزل باللحمة كده شوحة مع ايه? البصلة. وطبعا الخضار بتاعي بسلة والكوسة. وجزر. وحطيت باقي ايه? الطاول بتاعتي حبهان وورقة رورة وشطة حمرة اللي هي النشفة. وفلفل ما اصمر ما صحصة. وحطيت باقي ايه? حبيت توابل كتعلهم من العجينة. حطيت ايه? كباتين دي كده صغيرين. وحطيت عليهم معلقة زبادة ومعلقة سكر. نص معلقة سكر ورشة ملح. وربع معلقة خميرة يعني مش معلقة. ربع معلقة. وحطيت ايجي معلقتين زيت كده. وربع كباية مية كده دافية. العجينة بش كتيرة عمتا اللي عملة عجينة ايه صغيرة? كباتين صغيرين يعني كباية كبيرة يعتبر دي ايه? وعجن بقى العجينة بصوا. العجينة جميلة جدا اهي معي. بس ايه بقى شوية كده تخمر. رغيت ما عمل ايه? الخضر بتاعي. بصوا. اهي. اهي معلش عشر بصور بايد. وبعد طبعا شغالة بمسكة التليفون بايد. طبعا اللي اللحم بصوا. اهي. اتاني لي بقى كده لغاية ما تستوي معي. طبعا اتشوحها كده. وبعد ما هي استوت شوية حاطيت ايه? كالسلسة كده. اهي. ونشوح السلسة مع اللحمة واسيبها شوية تستوي. اهي. طبعا بقى ايه? لما لقيت السوس بتاعها خالص بقى نشف خالص كده معي حاطيت ايه? حبت مية سخنين كده. وروحت ايه? سيبها تستوي لغاية ما اللحمة تستوي عشان ما اقدرش احط الخضر لما اللحمة ايه تستوي خلص. اهي. رونا جميل جدا ممكن نحط سلسة. وسأنا مش هحط سلسة انا حاطيت بقى مش هحط طماطم حاطيت ايه كسة السلسة خلص. اللحمة كده استوت معي وبقى جميلة جدا. ممكن لو عاوزها تخلي راحة تفحم فيها ممكن تحط رايحة ترفحم. حاطيت الخضر بتاعها هوت. طبعا الجزر والبسلة اديتها ايه? نص سلقة كده وحاطيتها. بس البطاطس والكوسة حاطيتها كده. حاطيت بقى البهارات بتاحت الفلف القصمر وحبهان مطحون. جس سلتيب. ومطحون برضو. حاطيت مقعبن شربة. وسبتها تستوي كده مع بعضها بصوا. طبعا الخضر مش مستوي قوي يعني. مش ما خليها ايه مهري يعني. وطبعا العجنة بتاحت هي تفردتها على ثلاث ايه? على ثلاث الطواجن. بتاعنا حط بقى ايه? الحاجات بتاعتنا في الطاجن. اهو. الخضر بتاعي زي ما هو بصه وهيتانيه زي ما هو ولا مهري ولا اي حاجة. حاطيته كده في الطواجن بتاحت. لو عندك طاجن كبير ممكن تحط كله فيه احسن لك. ما لقيت عندي الطاجن الكبير ده واتنين زغارين عملتوا بقى فيه وخلاص. طبعا هامليه الخضر بتاعي باللحمة كده. اهي. كده. طبعا حاطيت بقى ايه? العجنة بتاعتي العيشة هي نهية. حاوليها كده. كده. وزبطي على الطاجن. اهي. وطبعا الزيادات دي قطحة بالسكنة كده بالجناب كده. على الطاجنة نهية. كل زيادات العجنة كده. اهي. كده. كل زيادات دي اخدها كده. بتاعوني في الطاجن بتاعنا. قفلته خالصة هوت. كده هوت. بس كده. وطبعا هحطوا بقى ايه في الصينية او الصجة متحطيتهم. تعالوا بقى ايه? بصفار البيضة كده. حاطيت لحبة خل كده فيها. مجمع عليها تخل. وايه? وطعالوا ايه? ندي العيش كده لمع معنا. عشان يبقى محميل واللون الجميل اللي انتو شفته معايا. اهي. طبعا بقى سيمسيم حبة البركة. اي حاجة ممكن ترشي على ممكن تسيب بها كده بس تدي اللون بتاعها تبقى جميلة جدا. والعيش ده حلو جدا نغمس بيه كمان بقى الاكلة اللي جوه دي بتبقى تحفة. اهي. وفات برضو حيطة عجينة هعملها برضو ايه? عش كده صغير. جبت بقى ايه? حب السيمسيم كده على حبة البركة ورشيتهم ايه عليهم ودخلهم الفرن وما عادوش كتين. وقعدوا بالزبط ايه? نص ساعة. اولا مولى على الفرن عمتن يسخن. دخلتوا بقى الفرن وبتلعب بصوا بالجمال والحلوة دي بصوا الجمال. بصوا العيش قبيب ازاي? تحفة. والخضر جوه بقى. يا سيدي ايه لو ايكو بقى في الاكلة السريعة دي جميلة جدا جربوها هتعجبكم والله الجد. وجميلة. اهوت حاجة بسيطة مكلفتناش ايه حاجة. وحطينا ايه كل حاجة كده في ايه في الطوغن. اه لو عجبكو بقى الفيديو ما تنصوريش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس. يلا السلام عليك ورحمة الله برحمة الله وبركاته.